خلال زيارته الأخيرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العالمي إلى مدينة المكلة وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والترفيهية وإنشاء مبنى جديد للمنطقة العسكرية الثانية بالريان مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي خلال زيارته التفاقدية لمدينة المكلة وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي حجر الأساس لعدد من المشاريع بمحافظة حضر موت حيث وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروع خور المكلة الذي يهدف لتطوير تجميل قناة البحر وإنشاء مجمع سياحي وتجاري وترفيهي على ضفافها ويمتل امتداد القناة إلى جسر الكتاب لجعلها مصا للمياه الأمطار والسيول كما وضع فخامة الرئيس حجر الأساس لمشروع المدينة الرياضية بالمكلة والتي تشمل استاد الرياضي التسع لثلاثين ألف متفرج وصالة رياضية مغلقة ومبنى إداري ومسبح أولمبي وسكن للشباب وفي سبيل تطوير المنشآت الرياضية في حضر موت وضع فخامة الرئيس حجر الأساس لمشروع استكمال استاد سيئون الأولمبي الذي يستهدف استكمال التشطيب والمدرجات كما وضع فخامة الرئيس حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل كورنيش المحضر بخلف بالقرب من منارة المحضر التاريخية وتشمل مكونات مشروع إعادة تأهيل الكورنيش بشكل عام وتأهيل الكاسر الذي تعرض للدمار بسبب أعصار تشابالة ليظهر الكورنيش بحلة جديدة حيث تم تقسيم الكورنيش لقطاعات ترفيهية وقطاع للعوائل وقطاع للشباب ويشمل كل قطاع خدمات عامة وبوفيهات وملاعب ومسطحات خضرة وجلسات عائلية عشبية وبحرية ومبلطة ومناطق عشبية ورملية للشباب والأطفال ونصب لمناطق المحضر التاريخية إلى جانب مشي للمواطنين بالطول كيلو وخمسمائة متر وفي إطار جهود السلطة المحلية لتخصيص منطقة خلف منطقة سياحية وضع فخامة الرئيس حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بلواء الريان بمنطقة الريان بالمكلة وذلك لنقل العمل الإداري بقيادة المنطقة من الموقع الحالي بمنطقة خلف إلى الريان وشهد فخامة الرئيس بهذه الخطوة في تطوير تحديث المنشآت العسكرية في حضرموت وفي كلمة ألقاها أمام الحضور أشاد فخامة الرئيس بهذه المشاريع وما ستضيفه للمواطنين والعوائل في الجانب الترفيهي والجمالي لمدينة المكلة وقطاع الشباب والرياضة مشيدا بجهود السلطة المحلية بحضرموت في الاهتمام بالمشاريع التنموية والخدمية والترفيهية في القطاعات كافة أننا فخورون في مجلس القيادة وفي الحكومة بقيادة السلطة المحلية التي يقودها الأخ المحافظ منبوط بن ماضي وكل الفريق العامل معه من الأمين العام وإلى الوكلاء وإلى مدراء العموم فأنا لاحظت خلال هذه الزيارة أن هناك جهود كبيرة بتبدل رغم شحة الإمكانيات ورغم كل الظروف التي نمر بها والصعوبات الاقتصادية ولكن هناك توظيف للموارد داخل هذه المحافظة وهذه المشاريع اليوم التي وضعنا حجرة الأساس لها كلها ممولة من قبل السلطة المحلية مع مساهمات بسيطة فنحن أولا نعتز ونفتخر أن يكون لدينا قيادات في المحافظات بهذا القدر من القدرة والكفاءة والنزاهة أيضا